لقي أربعة انفصاليين مسلحين اليوم الجمعة مصرعهم عقب اقترابهم من الجدار الأمني العازل وفق ما أوردته مصادر مطلعة ويتعلق الأمر بالقيادي في جبهة البوليساريو علي حمودي القائد الميداني وعضو الأمانة الوطنية وقائد ما يسمى بيناحية العسكرية السادسة وثلاثة من مرافقيه حيث تعرضوا للقصف من قبل طائرة بدون طيار بعدما حاولوا الاقتراب من مواقع الجيش المغربي وكان ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أكد أن المغرب متشبث بوقف إطلاق النار لكنه سيرد على أي تهديد لأمنه واستقراره كما قال الملك محمد السادس ومنذ تطهير معبر الكركرات تتعامل القوات المسلحة الملكية بصرامة مع كل استفزاز على طول الجدار الأمني